طب انا شايف ان اصعب شغلنا في التلاتة التانية يعني انا احترام الكامل طبعا هم كلهم علم وكل حاجة بس انت قلتلي شروط تعجيزية انا بستغرب انها تجتمع في حد هل تعلم حضرتك عدد المعالجين النفسيين المرخصين من وزارة الصحة اللي معاهم ترخيص مزولة مهنة كده من وقت صدور قانون تنظيم العلاج النفس في مصر سنة 1952 موجود كم معالج نفسي مرخص في مصر ما عرفش الحقيقة اه انا اتخيل مع بعض في عندنا الاف كل سنة المفروض عشر تلاف مثلا مثلا اخر احصائية انا اطلعت عليها كانت سنة 2019 ازون كان قبل الكورونا كانوا 2140 شخص 240 حاجة واربعين بيخدموا 100 مليون من سنة 1952 المرخص له بمزولة مهنة العلاج النفسي حسب اخر احصائية انا اطلعت عليها ده قبل الكورونا اعتقد 2018 2019 كانت 200 حاجة واربعين فكل من يروج لنفسه انه معالج نفساني بدون الحصول على هذه الخطوات السبعة هو كذاب لا لا ما انت لازم تفاهمني من المسؤول عن هذا العجز الفادح في عدد المعالجين النفسيين في مصر المعالجين النفسيين اللي ما بيدربوش ناس كفاية وانا واحد منهم انا واحد من المسؤولين عنده لا لا ما فهمني اكتر يعني انتوا انتوا ما بتتقدموش لرخصة العلاج النفسي لا بنتقدم طبعا المعالج النفساني عشان يبقى معالج نفساني لازم يمر بالخطوات دي خرجين علم نفس ما بيبقاش عندهم طولة البال الكافية لده لا اقول للخطوات تانية عشان السادة المشاهدين يسمعوه احنا قلنا التخصصات النفسية او الناس بتلجأ للمشهورة النفسية عند ثلاث مسميات وظيفية ثلاثة بس طبيب نفسية وعصبية دول اسيادنا واسدزتنا وتجرسنا من فوق اللي هو خريج كلية الطب ويعالج بالادوية والعقاقير الطبية مش بجلسات استماع لا لانه ما درسوش زي ما انا ما درستش الدواء هو ما درس العلاج النفسي انا درست علاج نفسي هو درس دواء فكلانا يكمل بعض ودي كانت فكرة المؤتمر ان ده كان المؤتمر الاول في العالم العربي اللي يجمع ما بين اطباء النفسية والعصبية والمعالجين النفسية والمعالجين النفسية خبر بيض شكرا